تراجع العديد من أصحاب المستثمرات الفلاحية بسهل وادي سلي في ولاية الشلف عن خدمة أراضيهم رغم نوعية التربة وجودة المنتوجات التي تندجها بسبب جفاف وتدهور الساقية التي توصل المياه من سد وادي الفضة إلى مزارعهم في ظل تماطل السلطات المحلية في إصلاحها وإعادة الحياة لها معاناة كبيرة يتخبط فيها الفلاحون ومشكل التسويق زاد الأمر سوءا هنا نحوزون طلبون من الدولات تنظر لهذا الفلاحين بعين الاعتبار تعطينهم قيمة ولاية الشلف وقف عند انشغالات الفلاحين وأمر بتهيئة الساقية ورفع العرقلة انشغال نقلة السيد والي ولاية الشلف حيث أمر عن طريق منتاج فنانسي لداس أب بي سي عن طريق عملية مشروع كبير حيث تمت التنقية تتم الآن التنقية في هذه المراحل عن طريق المانويل سيشرع في الإنجاز الحقيقي عن طريق إما الممرات العلوية للسكان أو عن طريق البيز الذي سيصل إلى هذه المرحلة تبقى على السلطات المحلية الإسراع في تهيئة الساقية وربطها بسد وادي الفضة وإيجاد آليات لتسويق المنتوج الفلاحي للتحكم في أسعار الخضر والفواكه ويبقى القطاع الفلاحي السبيل الأنجع للتخفيف من فاتورة الاستراد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة